الحمد لله عز وجل كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنها أعظم سورة في كتاب الله وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم وهي الحمد هذه سورة العظيمة اتشملت على التنع على الله وتمجيده جل وعلا وبيان أنه سبحانه المساق لا يعبد ويستعان به واجتملت على تعليم العباد وتوجيه العباد إلى أن يسأله الهداية إلى الصراط المستقيم سبحانه وتعالى فيمن نعم الله العظيم على عباد هذه سورة العظيمة أن شرع لهم قراءتها في كل ركعة في الفضل والنفل بل جعلها رفن الصلاة في كل ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه دعا لكم تقرأون خلف إمامه وقلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفتحة كتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فالواجب على كل مصلي أن يقرأ بها في كل ركعة في الفضل والنفل أما المأموم فعليه يقرأ بها في صلاة خلف إمامه فلو جهل أو نسي أو جاء والإمام راكة سقطت عنه فحملها عن الإمام إذا جاء والإمام راكة دخل في الركعة وأزأته وسقط عنه هجوبها لأنه لم يحضرها لما ثبت بالصحيح من هذه البكرة ري الله عنه أنه جاء ولما مراكة فاركعد من الصف ثم تحله في الصف فأخبر النبي بهذا بعد الصلاة فقاله أن يصدر زادك الله حرصا ولا تعود ولم يمره بقضاء الركعة فدل على أن من أزك الركوع أزك الركعة وهكذا لو كان المأمو جاهلا أو نسي الفاتحة فلن يقرأ أزأته وتحملها عنه الإمام أما من علم وذكر فالواجب أن يقرأها مع إمامه كما يجب على المنفرد وعلى الإمام أن يقرأها ويركن في حق المنفرد ويركن في حق الإمام وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله سبحانه مجدني عبدي لأن التنجيد هو تكرار الثنع والتوسع في الثنع فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعيد يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فقوله إياك نعبد حق الله فإن حق الله العبد يعبدوه وإياك نستعين العبد حقه يستعين بالله في كل شيء يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه حق الله عليهم يعبدوه وبالحديث الصحيح يقول نبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشتفوا بشيئ هذا حق الإبادة الله يعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهي ويحضر شرك به عز وجل وتقدمنا في الدرس الماضي أن أصل هذه العبادة وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا أصل العبادة وأساس العبادة ترحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام فأعظم الأركان وأهمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فعلى كل مكلف أن يشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله المعنى لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وعليه إشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا لجميع الثقلين الجن والإس وهو خاتب الأنبياء لسه بعده نبي كما قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وفاتم النبيين فعلى كل إنسان على كل مكلفنا الجن والإنس أن يعبد الله غد هذا حق الله لباد إياك نعبد وإياك نسه يجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم عربهم وعجمهم أغنيائهم وفقرائهم ملوكهم وعامتهم عليهم جميعا يعبد الله عليهم يعبد الله بأداء ما فرض وترثم حر وعليهم يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن والرحيم قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا قال سبحانه وقضى ربك يعني أمر ربك أوصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وفي هذه السورة يقول جل وعلا إياك نعبد وإياك نسه يعلمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نسه هذا حقه جل وعلا إياك نعبد يعني وحدك بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصومنا وصلاتنا وذبحنا ونذرنا وغيرها من العبادة كله لله وحده كما قال جل وعلا ذلك بأن الله والحق وأن ما يدعون من دونه هو البعض فالذين يتقربون إلى الأسنام أو إلى الأممات من الأولياء وغيرهم بالدعاء أو الرجاء أو الذبح أو النذر أو الاستقاثة قد عبدوا مع الله غيره قد يشركوا بالله غيره ونقضوا بقول لا إله إلا الله وخاله وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فالعبادة حق الله ليس لأحده فيها نصيب فالواجب على كل مخله يبود الله وحده ولواجب على كل من لديه علم أن يعلم الناس أن يرشد الناس أن يعلم أهله ومن حوله وأن يرشد الناس إلى توحيد الله وإخلاص عبادة جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قلوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة فعلى جميع المكلفين ليعبدوا الله ويخصوه بالعبادة بدعائهم وذبحهم ونذرهم وصلاتهم وصوبهم وإلي هذا من عبادة وبهذا نعلم أن ما يفعله بعض الجهلة عند القبور عند القبور الصالحين أو من يزعم أنهم صالحون من دعائهم أو للشغاث بهم أو للنذر لهم أن هذا هو الشيء الأكبر هذا الدين الجاهلية يجب الحذر من ذلك وهكذا البناء على القبور واتخاذ المساجد أيها من وسائل الشرك وهو من عمل اليهود والنصارى فيجب الحذر من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه لهذا الأمر والعلم بهذا الأمر وأن عبادة حق الله وحده ليس لأحد فيها نصيب إياك نعبد وإياك نستعين هذا حق الله أن نعبده وحده وأن نستعين به وحده فلا يجوز أن يدعى مع الله له آخر لا نبي لا محمد عليه الصلاة والله ولا غيره ولا البدوي ولا بن عدوان ولا الحسين ولا علي ولا غير ذلك أن عبادة حق الله وحده ليس لأحد منها نصيب قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه ولقد أحي إليك وإلى الذين من قبلك يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أحي إليك وإلى الذين من قبلك لين أشركت لا يحبط أن عاملك ولا تكونن من خاسمين سيء الخلق لو أشرك بالله حبط عمل فيها بغيره وقد عسبه الله من ذلك وحبضه وقال تعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالشرك وأعظم الذنوب وأسوأها وأخطرها فالواجب الحذر منه من وسائله يقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أي يشركب ويغفر ما دون ذلك لمن يشأ لما تعالى التوحيد والإخلاص لله والإسلام فهو من أهل جنة لكن إن كان له ذنوب وسيئات فهو خطر على خطر قد يغفر له وقد لا يغفر له وقد يعذب بمعاصيه ولهذا قاسبانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشأ فإذا مات على شرب الخمر أو على أغو الوالدين أو أحدهما أو على أفل الزبا أو على ظلم الناس فهو على خطر عظيم من دخول الله قد يغفر له وقد لا يغفر له إلا أن يتوب قبل موته إلا يتوب توبدا صادقا قبل موته فمن تابتب الله عليه وقد دلت السنة المتواترة Dude أن كثيرا من العصاة عذبون في النار على قديم عصيه لا يغفر لهم كثير من العصاة عذبون في النار على قديم عصيهم وثبت عن عصاة أنه يشفع في جماعة من العصاة يشفع فيحض الله له حدا فيخرجه من النار ثم يشفع يحجب الله له حدا فيخرجهم من النار ثم يشفى فيحجب الله له حدا فيخرجهم من النار ثم يشفى فيحجب الله له حدا فيخرجهم من النار دخلوها بذنوبهم ويبقى في النار بقايا من أهل التوحيد دخلوا النار لمعاصيهم فيخرجهم الله من النار بفضل رحمته جل وعلا فاتق الله يا عبد الله احذر السيئات احذر المعاصي كلها وزم التوبة دائما لعلك تنجو إن الله لا يغفر شكفه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأنت على خطر إذا مدت على معصية على الذباء على الزنا على العقوب على شرور المسكر على ظلم الناس والعدوان عليهم على الغيبة والنميمة أنت على خطر حاسب نفسك وجاهد نفسك وبادل بالتوبة قبل أن يهدم العجل وأعرف معنى قوله سبحانه إياك نعبد وأنا الواجب عليك أن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه فالمسكر لا يعبد هو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويتقرب إليه بالصلاة والصوم والحج والنذي والذبح والصلاة وغير ذلك قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي لذبحي ومحيايا وماتي لله رب العالم لا شبك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلت ربك وانهر قال تعالى وأن مساء الله فلا تدعو مع الله أحدا قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفعل كافرون وقال جل وعلا ذلكم الله ربنا هموك والذين تدعون من دونه ما يملكنا من قطير يمع ما يدعوه الناس من دون الله ما يملكنا من قطير اللفافة التي على النواة ما يملكنا من قطير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبعك مثل خبير فالواجب الحذر من دعاء غير الله من الشرك بالله والواجب توجيه القلوب إلى الله عز وجل وإخلاص العمل لله وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداتك إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إياك نعبد حق الله وإياك نستعين حق العبد وحاجة العبد عليه يستعين بالله في كل شيء في حديث من عبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسأل بالله العبد قاية الفقر والحاجة إلى الله عز وجل فعليه يستعين بربه في كل شيء وعليه يسأله حاجة يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني والحبيب إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد فأنت في أشد الضرورة إلى ربك فاضرع إليه واسأله حاجاتك واحذر الشرك به فص ربك بالعبادة واحذر أن تسأل بالله شيئا لا في ذبحك ولا في ندرك ولا في صلاتك ولا في صومك ولا في دعائك ولا في غير ذلك العبادة حق الله يجب إخلاصها لله وحده وإياك أن تغتر بما فعله جهال في كثير من البلدان من العكوف على القبور ودعاء أصحابها والاستغاث بهدى والشرك الذي نهى الله عنه والذي بعث الله الرسل بإنكاره ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يمدوا الله ويتنئبوا الطاول بعث الله الرسل جميعا بإنكار الشرك والدعوة إلى توحيد الله ويخاصب على الله جل وعلا فحذر يا عبد الله أن تقع فيما وقع فيه المشكون من عباة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأصنام أو الكواكب أو الجن كل ذلك شرك به فمن دعا الجن من دونه الله أو دعا الكواكب أو الأصنام أو استغاث بالأموات أو بالغائبين فقد اشرخ بالله وقع في قوله جل وعلا إنه ما يشره بالله فقد حرم الله وعليه جنه وما للظالمين من أنصار ثم احذر أيضا يجب الحذر من وسائل الشرك الصلاح عند قبور واتخاذ مساجد عليها واتخاذ القباب عليها كل هذا من وسائل الشرك ولهذا قال الله سبحانه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عيش رضي الله يحذروا ما صنعوا قالت ولو لا ذلك لأبرد قبره غير أنه خشى يتخذ مسجده ولما قيل له عن كنائس النصارى وما يفعلون قال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجده وصوروا في تحصور أولئك شرار الخلق عند الله فبين أن من اتخذ مساجد القبور والصراء القبور أنهم شرار الخلق عند الله فالواجب الحذر من هذه الأعمال السيئة من أعمال يهود والنصارى والمشركين ويعجب أن تخص الله بالعبادة إنما كنت تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك وندذك وكله لله وحده واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ثم يقول سبحانه بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين يعلموا عبادة أن يدعوه بهذا الدعاء ويقول جل وعلا وإذا قال العبده لنصراط المستقيم يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما ساء هكذا في هذا الصحيح يقول الله إذا قرأ العبده لنصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما ساء فجدر بك عد الله أن تصدق في هذا الدعاء وأن تهرص في هذا الدعاء وأن يكون قلبك حاضرا حين تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ومعنى اهدنا يعني ارشدنا يا ربنا دلنا ارشدنا ثبتنا وفقنا تسأل ربك ان يهدك هذا الصراط ويرشدك اليه ويعلمك اياه ويثبتك عليه ما هو الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو دين الله هو ترحيد الله والاخلاص له وطاعة اوامله وترك نوية هذا هو الصراط المستقيم وهو عبادة الله وهو الاسلام والايمان والهدى هو الصراط المستقيم العبادة التي انتبه لقلها وما غلقته الجن والانسا الا العبودة هذه العبادة هي الصراط المستقيم ان الدين عند الله الاسلام الاسلام هو الصراط المستقيم هو الايمان بالله ورسوله هو ترحيد الله وطاعته هو ترك معصيته هذا الصراط المستقيم أن تعبد الله وحده دون كل ماسر قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا الشرك لما ذكر الشرك والتوحيد وعلى المعاصي قال وأن هذا صراطي مستقيم قال تعالى قل تعالوا أتلو محاما ربكم عليكم أتلو محاما ربكم عليكم ألا تلو شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إمنا نحن نردقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن ولا تقتلوا النسى التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي هي أحسن حتى أبلغ أشده وأفكر ومزا بقصر لا نكله نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفو ذلكم وصاكم به لعلكم ذكرون ثم قال بعد هذا وأن هذا صراطه مستقيم فصراط الله أداء أوامر فترك نواهي هذا صراط الله مستقيم وأعظمها توحيده والإخلاص له وأعظم المناهي يشترك به فصراط الله مستقيم توحيده والإخلاص له وتركوا الإشراك به وأداء ما أمر وتركوا ما نهى هذا هو صراط الله مستقيم وأن هذا صراطه مستقيم فاتبعوه يعني لزموه واستقيموا عليه ولا تتبعوا السبل وهي البدع والمعاصي التي نهى الله عنها هي السبل وقد ثبت عنه أنه خطة خطة مستقيمة فقال هذا سبيل الله ثم خطة خطوة عن يمينه وانسمائله فقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان ويدعو إليه فالسبل هي البدع والمعاصي والمنكرات التي حرمها الله عنه هي السبل فالواجب الحذر منها والصراط المستقيم وتوحيد الله وطاعته هو الإسلام والإيمان هو الهدى هو العبادة التي ننتمحل وقل لها صراط واضح توحيد الله وطاعة أوامره وتركوا نواهيه والوقوف عنده هذا صراط الله اهدنا الصراط المستقيم واضح طريق واضح مستقيم لسه في عوجه قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم صراط الله فالرسول بعث الله يهدي إلى صراط المستقيم وهكذا الرسول جميعا كلهم بعثوا يهدون إلى صراط المستقيم يعني يدعون الناس إلى صراط المستقيم وهو توحيد الله وطاعة أوامره وتركوا نواهيه والوقوف عنده هذا صراط الله مستقيم اهدنا الصراط المستقيم ربنا يرشدنا في كل صلاة في كل ركعة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم الذي شرعته لنا وبعت به أنبياءك وخلقتنا نطلب منك أن تهدينا وأن ترشدنا وأن تسبتنا عليك ثم فسره فقال صراط الذين ألعنتا صراط من عمليهم من هم المنعم عليهم الرسل وأتبعهم هم المنعم عليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتبعهم وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد هم المنعم عليهم وهذا صراطهم صراط الله المستقيم توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه هذا هو الصراط المستقيم وهذا هو صراط منعني عليهم وهم الرسل وأتباعهم إلى يوم القيام صراط الذين ألعنت عليهم يعني صراط الرسل وأتباعهم المؤمنين الذين هديتهم لسنوك هذا الصراط وهو العلم والعمل الصراط المستقيم هو العلم والعمل العلم بما شرع الله والعمل بيد عليه هذا هو الصراط المستقيم العلم بما شرع الله وبما أوجب الله على عباده والعمل بذلك هذا هو صراب الله والسلام أن تعلم حق الله عليك وأن تعلم ما أوجب الله عليك وأن تعلم ما حرم الله عليك وأن تستقييم على أداء ما أمرك الله به وعلى أداء ما حرم الله عليك هذا هو صراب الله والسلام الذي تطلب ربك في كل ركعة أن يهدئك صرابه والسلام هذا هو صرابه والسلام هو توحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والهذر المنهان وهو صراط المنعم عليهم وهم الرسل وأتبعهم عليهم الصلاة والسلام غير المغضوم عليهم ولا الظالين غير صراط المغضوم عليهم وهم اليهود وأشباههم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه وتكبروا عن اتباعه وغير طريق الظالين هم النصر وأشباههم الذين تعبدوا على جهالة والضلالة فصراط المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل الذين أرهوا الحق وفقهوه وعملوا به هم من عموا عليهم أما المغرب عليهم فهم الذين أرهوا الحق وحادوا عنه كاليهود وأشباهه وعلماء السوء الذين أرهوا الحق ويهيدون عنه ولا يدعون إليه والضالون هم النصارى وأشباههم ممن جهد الحق ولم يبالي بدين الله بل اتبع أهواء وهم الضالون فأنت يا عبد الله تسأل ربك طريق المنعم عليهم أن يهدك طريق المنعم عليهم وهم الرسل وأتبعهم وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين هذه دعوة العظيمة أعظم دعوة أن تسأل ربك الهداية للا صراطه المستقيم وهو صراط منعم عليهم لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين تحمد ربك هذه النعمة العظيمة وأخذص هذا الدعاء وأحذر قلبك عند هذا الدعاء في الصلاة وغيرها هذا الدعاء العظيم الذي أنت في أشد الضره إليه اهدنا الصراط المستقيم أحذر قلبك واصدق في هذا الطلب في الصلاة وغيرها تسأل ربك تضرع إليه أن يهدك صراطه المستقيم ويثبتك عليه حتى تكون من أتباعه والسالكين عليه غير المغضوب عليهم وغير الضالين فالمغضوب عليهم هم اليهود وأشباههم والضالون هم النصر وأشباههم لأن الهود تعبدوا على خلاف العلم وتابعوا أهواءهم حسدا وبغيا وهم يعرفون أن محمد رسول الله وأن الله بعثه بالحق ولكن حادوا عن الحق تكبرا وتعاضوا وإيثار الدنيا على الأحيان وحسدا والنصر جهال يغلب عليهم الجهل والضلال وهم أقرب إلى خير من اليهود ولهذا يسلم منهم يجموا الغفير في كل وقت أما اليهود لا يندروا أن يسلموا منهم أحد من النادر أما النصارى فكفروا ما يسلمون في كل وقت لأن قلوبهم أقرب إلى الخير من قلوب اليهود قال تعالى لَتَجِدَنَّا أَشَدَّنَّا أَشَدَّنَا أَسْعَدَا وَتَلِّلَّذِينَ آَمَنُوا اليهود والنصار وَلَتَجِدَنَّا أَقْرَبَهَمْ وَوَدَّهْ لَلَّذِينَ آَمَنُوا لَذِينَ قَالُوا لِلَّنَصَارِ فالنصار أقرب وقلوبهم أليا من قلوب اليهود لأن إلتهم الجهل والضلال فإذا عرفوا وبين لهم اهتدى كذروا منهم أما إلتهم اليهود ليس الجهل علتهم الحسد علتهم البغي علتهم خلاف الحق على بصيرة علتهم خبيثة وهي التكبر عن اتباع الحق والحسد لأهل الحق فلهذا غل ونذر من يسلم منه نعوذ بالله من العلم فأنت يا عبد الله أحمد ربك أن هداك لهذا الصراط وأن علمك إياه وإجرى عليك أن تطلبه في صلواتك وفي خارج الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم وهذا الصراط هو دين الله هو الإسلام هو الإيمان والهدى هو العبادة التي أنم أنت مهلوق لها هو العلم والعمل أن تعلم ما شرع الله لك وما خلفك لأجله وأن تعمل بدائك وتعمل بطاعة الله وتحضر معاصي الله وتقف عند حدود الله ترد ثواب الله وتحشى إيقاب الله هذا الصراط المستقيم وأساسه وأعظمه وأوله وأفرضه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول هذا هو الأساس هذا هو الأصل هذا هو أعظم واجه هذا الرسول الأول ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوف كما تقدر في الدرس الماضي يقولون بالصلاة بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحج الضيب هذه أركام الإسلام الظاهرة وما شوها من الأوامر ثابع لذلك ويجب مع هذه الأوامر ترك المناهي الحذر من المناهي خوف من الله وتعظيم لله وإهلاص الله هذا هو دين الله أساس توحيده والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أداء الفرائر ثم ترك المحار والوقف عند الحدود وهذا هو الصلاة المستقيم هذا هو صلاة الله المستقيم يجب على كل مسلم من الذكور وإنال على كل جن وإنس على جميع التقالين يجب عليهم أن يثبتوا على هذا الصلاة وأن يستقموا عليه وأن يسأل الله لداية له وأن يحذروا بخالفته فهو صراط الله وهو الدين الله وهو العلم والعمل فالعلم بما شرع الله واتباعه وأساسه توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أداء الفرائر وترك المحارم والوقوف عند الحدود والمحبة في الله والبغلاة في الله والأمر المعروف والنهي على المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالسلام كله داخل في هذا كله داخل في السلام قال تعالى خلاصه SY هذا هو العصي إن الإنسان لفي خصف إلا الذين آمنوا وأعملوا الصالحا وتواصوا بالحق وتواصوا هؤلهم ahorita صلاح أستخدام الذين آمنوا بالله ورسوله واخنصوا لله العمل وصدقوا وتفقه بالدين وعملوا بطاعة الله وتركوا معصيته وتواصوا بالحق وتواصوا بالصلاة هؤلاء من الصلاة والسلام هم المنعم عليهم وهم الملكور في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يمر بالمعروف وينهون المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله هادفهم هؤلاء هؤلاء أصحاب الصلاة والمستقيم ماذا وعدهم قال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها نار خالدنا فيها رضي الله عنه ورضو عنه نارك المنزل فالله وعدهم الجنة والسعادة وعد الله جنات تجري خالدنا فيها ومساكنة طيبة في جنات عدل ورضوان من الله أكبر هذا جزاغ هذا في الدنيا الرحمة يرحمهم بالتوفيق والهداية والتسديد وفي الأشرة في إدخاله وجنة والرضا عنه هذا جزاؤها السعادة المستقيمة فأحرص يا عدل الله وأحرص يا أمة الله على الاستقامة هذا السعادة اهرصوا إلزموا هذا السعادة إلزموا فاستقيموا عليه عن حب وعن رابة وعن محبة وعن صدر وعن إخلاصا لله وعن مغلاء وعن مغلاء وعن مغلاء وعن مغلاء ومعاداة لأعداء الله وصبر على طاعة الله وكف عن محارب الله وتواصل بالحق وتعاول البر والتقوى وأمر من معروف ونهن منكر هكذا المؤمنون هكذا الصادقون هكذا أصحاب الشراط المستقيم نسأل الله جلنا وإياكم نسأل الله جلنا وإياكم من هؤلاء الموفقين نسأل الله جلنا وإياكم من عباده الصالحين الثابثين على صراط المستقيم السالحين لا المستقيمين عليه إنه سبيع قريب صلى الله وسلم على ربينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتبائه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فجز الله سماحة الشيخ خيرا على هذه الكلمة الضافية ونستأذن سماحتكم في طرح ما يتيسر من الأسئلة سؤال حجينا هذه السنة نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم في اليوم الثاني عشر صليت الفجر وخرجت من منا أنا وأهلي وأولادي ورجعت إلى منا في العصر ولكن من شدة الزحام أذن علي المغرب وأنا في منا ثم رميت الجمار الثلاث عني وعن زوجتي وأولادي هل علي شيء أم لا جزاكم الله خير الربي أجزة والحمد لله لكن عليك المبيت أنت وأولادك وأهلك حتى ترمو يوم الثالث العشر هذا هو الذي عليك تمر أهل العلم هو الصلاة لأنك لم تنفر في اليومين بعد الرمي أنت نفرت قبل الرمي فنفرق من منا قبل الرمي لا يكون نفيرا فالواجب عليك لما غابت الشمس وأنت لم ترمي أن ترجع إلى منا وتبيت فيه أنت وأهلك وترمو في الليلة عن اليوم الثاني عشر ثم تبيت وترمو اليوم الثالث عشر قبل غرب الشمس ترموه بعد الزوال قبل غرب الشمس وبناء على أنكم تركتم ذلك عليكم بدم في البحر مكة لفقراء على كل واحد منكم لنفيركم قبل وقت النفير وعدم أهدكم نعم جزاكم الله الخير يقول هذا السائل سماحة الشيخ فضيلة الشيخ جزاك الله ألف خير عندي جار خلقه سيء وأنا كنت أعامله بالخلق الحسن فلا يقبل مني ذلك حتى أني هجرته وأعامله الآن بالخلق السيء فكيف أفعل في ذلك؟ هل أعامله بالسيئة؟ أو بماذا تنصحون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليمكن جارة في اللوث الآخر من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليحسن إلى جارة وبالرواة الثالثة من كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يؤذي جارة والله يقول في كتابه العظيم وعبد الله ولا تشف مشاه وبالوالدين إحسانا وبالقربة ومساكين والجاري للقربة والجاري منهم فالواجب إكرام الجار فالإحسان إليه وكب الأذى عنه حتى ولو أسع إليك إذا أسع إليك كن خيرا منه قابله بالإحسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إحسان الرحيم ليس الواصل بالمكاذي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها فالسنة وجماعة ومساكين والخيرات وقابلون الإحسان فجاره استوصيبه خيرا أحسن إليه إذا كان ليس بموظل المعاصي أحسن إليه وارفق به واجتهد في هدايته وفي صلاح الحال معه عملا بقول ربك جل وعلا وجاء القربة وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وليوم الأخ فليكرم جاره فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره أما إذا أظهر المعاصي ولم يقبل إذا أظهر المعاصي يسحق الهجر هو غيره أما إذا كان لا بينك وبين الشيء لكن ما ناء ما أظهر المعاصي فكن خيرا منه كن خيرا منه قابل إساءة بالإحسان واصبر وبشبر خير إساءة أثابكم الله يقول للسائل حفظكم الله عملي أو قعني في أخطاء ومعاصي مع النساء ما دون الزنا وكذبت مخافظة فهل يلزمني بعد توبة الإخبار عن الحقيقة التوبة كابية الإنسان يستطر بستر الله من رماء أمر يستطر بستر الله والتوبة وعدم إشاء ما وقع منه من المعاصي والسيئات ومن تابتب الله عليه الواجب عليك التوبة والحذر من أسباب الشر والحذر من وسائل الزنا والحذر من كل ما حرم الله وإذا ألم العبد شيء من المعاصي فليتوب إي الله وليستغفر الله ولا يبدي صفحته ولا ينشر شوءته ولا يفضح نفسه كذلكم الله خير يقول هذا السائل سماحة الشيخ هل يجوز لي أن أخطب خطبة الجمعة وأتم بالمصلين وأنا كاشف رأسي بدون عمامة أفتوني مأجورين العمامة مستحبة من الزنا خذوا زناتكم عند كل بسجد ولا يبشر لو صلى بدون عمامة لا يضر صلى اللي سائل بدون الرجل لا يضر المحرمون والرجاء كلهم وصلوا بدون شيء على رؤوسهم العمامة من الزينة فإذا صلى ولا شاء على عمامة أو خطب ولا شاء على عمامة خطبته صحيحة وصلبه صحية لكن الأفضل مثل ما قال ربنا جل وعلا يا بني آدم خذوا زيهندك يلبس جماعته يلبس جماعته في الصلاة وغيرها حتى لا يلفت النظر ولا يقال لماذا ولماذا وإذا خطب الإمام واستنى بغيره يصنف الحار يجب يتولي الإمامة رجل وخطبة رجل ولكن الأفضل أن يتولى الخطبة يوم الجمعة ومن يتولى الصلاة كما كان نبيه على عليه الصلاة والسلام ثابكم الله يقول هذا السائل حفظكم الله هل يجوز لي قراءة أذكار المساء قبل أذان المغرب بدقائق لانشغاله بعد صلاة المغرب بتدريس القرآن الكريم نعم تقرأ أذكار المساء بعد الأصر من بعد الزواء كلها أذكار المساء العشية وإذا قرأ بعد الأصر كله مساء أذكار المساء كله طيب نعم أذهبكم الله يقول السائل عندي مزرعة عندي مزرعة مواشي وأحيانا وأنا أتفقدهم يأتيني على أو يأتيني على ثيابي من بولي وروث البهائم فهل هذه تعتبر نجاسة علما بأني سمعت أن كل ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر فهل هذا صحيح؟ نعم هذا هو الصواب أن بول ما أكل لحمه وروثه كله طاهر الإبل والبقر والغنم والصيد كله طاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه مرابط الغنم ولما استوخى العراديون المدينة بعثهم مع الإبل الصدقة إسروا من أبغالها وألبانها حتى صحوا فلما أكل لحمه وروثه من أبغالها دل على طهرتها من الكسب الحرام لكن إذا كانت جلالة إذا كانت دجاجة جلالة التي تكون نجاسات أو غيرها من الدجلالات هذه تحدث حتى تكون شيء طيب ثلاثة أيام أو أكثر حتى تنظف إذا كان جلالة تتعاطى عن نجاسات إذا غسل ثوبه منها وقتها يكونها جلالة يكون أحبط وأحسن لا أصاب ثوبه منها أو قدمه منها شيء إذا كانت جلالة ترعى النجاسة تأكل النجاسات تتغذى بالنجاسة غالب بأكلها نعم إذا كم الله خير هذا السائل يقول إذا اكتسب شخص مالا من الكسب الحرام ثم تاب إلى الله وعرف أن ذلك حرام فماذا يفعل بالأموال التي من الكسب الحرام إذا كان عن جهالة له ما سلف وأمره يا الله قال الله جل وعلا واحد الله البيع وحرم الربع فبجاه من تربيه انتهى فله ما سلف وأمره يا الله ومن عدفه لك أصحاب النار إذا كان جاهلا فله ما سلف أما إذا كان عالم وتساهد يصدق بها يصدق بالكسب الحرام إذا كان نصف أموال الكسب حرام يصدق أو ثلث أو ربع يصدق بهذا فقره المساكين أما إذا كان جاهل ما درى ثم علم وتاب إلى الله فله ما سلف أثابكم الله يقول للسائل لم أتمكن من السعي أنا وأهلي قبل عامين في رمضان بسبب الزحام الشديد وأنا جئت الآن إلى العمرة فماذا علي عايد لم أتمكن من السعي أنا وأهلي قبل عامين في رمضان بسبب الزحام الشديد وجئت الآن إلى العمرة فماذا علي إذا كنت محرما قبل عامين بالعمرة وانت واهدك ولم تسعى ولم تطوفى فأنتم محرمان إلى أن جئتم من المسل كيف تطوف التطوفى الشعور الواجب لشأن إذا كان زحمة ينتظر بدل الليل النهار بدل النهار الليل بدل يوم باسل حتى يؤدي الطوفى الشعور كيف يتساهل الزحمة فيه بدائم الزحمة وقته تنتهي الواجب على ما نحرم بالعمرة أو بالحجة يؤدي ما وجب الله عليه وينتظر لا يخاطر في الزحمة ينتظر بدل في السعي في الليل بدل السعي في النار بدل السعي في الليل اليوم باتر عذبة خلافة فأنتم محرمان إلى أن جئت إلى مكة وعليك إذا كنت وطئت زوجتك عليك دم تتبح مكة الفقراء وافسدت العمرة بذلك وعليك وإذا كنت جئت وطفت وسائت وقصرت أدت العمرة التي افسدتها بالبطي وعليك عمرة أخرى من الميقات بدل افسدتها تأتي بتطوف وتسعى وتقصر بدل الأمر التي أديتها أما إذا كنت ما عندك زوجة ولا فعلت شيء وهي كذا ما عندها زوج هذا يكفي أن يأتي ويطوف ويسعى ويقصر ولا عليه شيء من جهله من جهة اللباس للرجل من جهة الطيب للرجل والمرأة من جهة الجهل لا شيء عليه عليهم أن يأتي إلى مكة فيطوفا ويسعى ويقصر الرجل أو يحلق وتقصر المرأة ولو مكة سنة أو سنتين عليه يأتي فأتي يؤدي العمرة التي يحرم بها ولا يجل التساهل يجل على المؤمن يسعل إن وقع فيه شيء يسعل في وقته لا يتساهل الله يقول فاسعل وأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما يجل التساهل يقع في المحنور ولا يسعل وإذا جاء في رمضان أو في غيرها وجل زحمة لا يعجل يتحرر لقاتل ما هي زحمة ويأتي يطوف يسعل بدل يوم باتل عقبة نشأل الله لا أفيد والشلام يقول هذا السهل سماحة الشيخ حفظكم الله اعتمرت قبل أربعة أيام تقريبا وفي أثناء طوافي بالبيت كنت قد أظهرت كتف الأيمن ولكن في أثناء طوافي أقيمت صلاة الصبح وأنا لازلت أظهر كتفي الأيمن بالرغم من أن بعض المصلين قالوا لي غطي كتفك الأيمن ولكني رفضت ذلك بحجة أنني سوف أكمل الطواف أفيدوني ما الصواب جزاكم الله خيرا لا حرم ماذا غطيت هذا الكتفين فيه إن شاء الله والسنة لك وقت الصلاة تجعل ردها على كتفين وإذا شرعت في طاو القدوم تطبع تحت تجعل وساطة تحت ابتك الأيمن وأطراف على تحت ابتك الأيمن أما إذا دخلت في الصلاة تعدله على كتفين وإذا كنت معا جلتها كذا وكونه على أحد كتفين لقوله صلاة الصلاة لا يصلي أحدكم تباه لا شاء على أطره منه شيء جزاكم الله خيرا هذا السائر قمت مساء أمس بطواف الوداع أنا ورفاقي على أن سفرنا إلى المدينة كان مقررا نفس اليوم لكن السفر تأخر إلى مساء يوم الجمعة فهل علينا طواف أم لا نعم عليكم أن تعيدوا الطواف لأن مدة طويلة يوم ثم يوم الثاني الباس عليكم أن تعيدوا الطواف طواف الوداع نعم جزاكم الله خيرا تقول هذه السائلة هناك خلاف بيني وبين زوجي وأهلي خلاف بين زوجي وأهلي زوجي يخيرني بينه وبين أهلي ولي أطفال ولا أريد التفريق وتشتيت أسرتي فكيف الحل وما حكم الدين في ذلك جزاكم الله خيرا إن صلحتم فالحمد لله وإن لم تصلحوا هذا عند المحكمة إن صلح زوجك مع أهلك وتم صلح بينكما فالحمد لله وإن لم يتم الصلح فالمرجع المحكمة في هذا أثابك الله يقول هذا السائل إذا اشتريت السيارة بالنقد ودفعت الثمن وسجل ذلك في سجلات المعرض هل يكفي ذلك للحيازة أم لابد من نقل الملكية بالاستمارة عن طريق المرور علما بأني أنوي البيع إذا أتم البيع وقفض السيارة لك أنصر فيها لكن تخرج بها مكان البيع إن رسولها أن تباع السياحية وتحتها حتى حزها التجارة لحالهم تنقلها إلى مكانك أو إلى محل آخر أو إلى معرض آخر حتى يتم قر لأن رسولها أن تباع السلاء حتى يحزها التجارة لحالهم ولو ما تنبقي في الإجراءة ما تنبقي بينكما إذا اشتركهما لجب البيع جزاكم الله خيرا ويقول في سؤال الثاني قال لي صديق أريد سيارة بالأجل هل تعرف أحدا قلت نعم فذهبت إلى صاحب السيارة وقلت له عندي لك زبون ولكن أريد دلاله من غير ما يعلم صاحبي ما حكم عملي هذا لا بأس به الدلالة الشعي لا بأس به تدل على الشعي على هذا أو على هذا على البايع وعلى مشفري شرط الجلالة لا بأس به نعم يقول في سؤاله الرابع تشارك شخصا في شراء سيارة فدفع الأول جزءا بسيطا من الثمن ودفع الثاني الباقي واتفق على الآتي يقوم الشريك الأول بالعمل بالسيارة مقابل ربع صافي الدخل أجرا له والباقي يأخذه الشريك الثاني يأخذ الشريك الثاني منه الثلث ربحا عن المبلغ الذي دفعه زيادة عن مبلغ الشريك الأول والثلثان الآخران يسدد بهما الشريك الثاني للمبلغ الزائد حتى يتم تشارك شخصان في شراء سيارة دفع الأول جزءا بسيطا من الثمن ودفع الثاني الباقي واتفق يواجه أن يتشارك في البيت أو في صاحبك في البيت أو في المكتب ننظر في الأمر تحتاج إلى عناية دقة أثابكم الله يقول هذا السؤال رجل لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده واتصل بأهله فماذا عليه عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعليه ذبيحة لذبح مكة لفقراء وعليه يرجع ليطف طواف الإفاضة إلى مكة وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة ليطف طواف الإفاضة وعليه ذنيل لذبح مكة لأن في أنه زوجة قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم والصهاب أنه يكفيه شاد رأسه من غنم أو سعب دنة أو سعب قراء جزاكم الله خير يقول هذا السائل ما حكم تحويل العملات التي صورتها هكذا يدفع شخص مثلا ألف دولار أمريكي لشخص يأخذ عليها خدمة عشرة بالمئة مثلا ثم يعطي للشخص المستفيد من التحويلات بنفس العملة الأمريكية فهل في هذا شيء أفتونا مأجورين ما حكم تحويل العملات التي صورتها هكذا يدفع شخص مثلا ألف دولار أمريكي لشخص يأخذ عليه خدمة عشرة بالمئة تحتاج إلى واجه نشوه لأنها تحتاج إلى تعمل تراثه يقول هذا السائل حفظكم الله صليت خلف الإمام صلاة العصر ونسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى فهل يتحمل الإمام عني هذا الركن نعم نسي المأموم الفاتحة أو كان جاهلا يتحمل عن الإمام كما جاء في حديها ببكرة التقافي لما جاء الإمام راكة ركعة دون الصف ثم تخر بالصف فسأل نبي ترسل قال زادك الله فرصه ولا تعود ولم يمره بقضاء الركعة لأنه محضر حيامها فدل ذلك على أنها واجهة حق المأموم ولهذا سقطت عن مفاته القيام وتسقط من جهل أو نسي من المأمومين جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل حفظكم الله وأطال الله في عمركم ونفع بعلمكم جميع المسلمين هل تشرع ركعتين الطواف خلف المقام في طواف الوداع أو في أي مكان من الحرم صلاة الطواف سوعة خلف المقام كل طواف لأن الله قال واتخذوا من مقامنا المصلى في جميع الأطوال الحج أو العمرة أو التطوع لكن إذا تيسر ذلك أما إذا كان في الزعام صليها في أي مكان في بقية مسجد أو في الأنوقة الأمر باسم لكن إذا تيسر خلف المقام هو أفضل جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل لقد تبت من ذنوبي وندمت وما زلت نادما منذ أكثر من سنة ثم يسر الله لي العمرة والحج ودعاء عرفة وبعض الأمور الأخرى في مثل حضور مجالس العلماء لسماحاتكم وفضل الشيخ بن عثيمين فهل هذه علامات أرجو بها أن أكون مقبول التوبة إن شاء الله ما دم تنتعي إلى الله فالتوبة تجيب ما قبلها وحضرك مجالس العلم وإقبالك على العبادة هذا من وسائل الخير ومن عنامات الخير فاشتقهم واثبوا على الحق وحضر مجالس العلم وأكثر من الطواة والصلاة وبشبه خير إن شاء الله وزم التوبة جزاكم الله خيرا ويقول هذا في سؤاله أرجو من سماحتكم توضيح حكم الشرع في الذين يذهبون يوميا إلى التنعيم ليأتوا بالعمرة جزاكم الله خيرا الذهاب إلى التنعيم كل يوم هدمه مشروع ولا فعله الصحابة ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلت عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من أداء نسوك العمرة وأمرها أن تحرم بالحج وتقرن سالة بعد ذلك أن تحرم بالعمرة فأذل لها من التنعيم فإذا فعل ذلك بعض الأحيان أولي أبيه الميت أولي أمه الميتة فلا بأس أما كونسان يخرج من مكة كل ساعة يأتي بعمرهم هذا خلاف معاله الساب والصالح تركه أولى وأحضر جزاكم الله خيرا يقول هذا في سؤاله هل يجوز منح نصيب من الزكاة لأختي وابنتي المتزوجتين للعلم فهما يملكاني مدخولا شهريا غير كافي وبالنسبة للعمال سماحة الشيخ هل يجوز إعطاءهم من الزكاة وهم يشتغلون عندي أما بنتك لا تعطي أولاد لا تعطيهم من الزكاة ولا أبائك ولا أمها أنفق عليهم أما أختك إذا كان زوجها فقير أعطي زوجها لا بأس إذا كان زوجها فقير تعطي زوجها من الزكاة أما هي لا وأنفقتها على زوجها تعطي زوجها إذا كان فقير أما العمال فيهم تخشيل إذا كانوا عمال مسلمين فقراء تعرف فقرهم لا بأس أن تعطيهم من الزكاة لكن تعطى غيرهم من الفقر المعروفين أو لا وهم يكفيهم وجورهم قد يكون اعطاءك من أجزاءها لهم مما يسبب تشاهلهم في أخذ الوجرح منك اللازمة فلحفظ لك أن ترطي غيرهم وهم تكفيهم وجورهم تتبس الفقراء المعروفين للا شبهة فيها جزاكم الله خيرا وهذا سائر يقول هل يجوز لمن يدعي العلم أن يعظ الناس ويرشدهم وأن يجتمع إلى الجنائز ويشارك الناس في بدعهم لأجل وعظهم وأرشادهم كما يدعي أما المشاركة في البدعة على وجه السكوت والرضا فلا يجوز أما إذا جاءهم في محل البدعة لينذرهم ويحذرهم ثم تركهم ولم يشاركوا لا بأس لأن جاءهم في محل الاجتماع ليحذرهم إلى البدعة لأن هذا هو وقت مناسب لاجتماعهم وحذرهم إلى البدعة هذا لا بأس أما أن يشاركهم بإحتفالاتهم يقول أن يحذرهم لا ليس هذا بإنكار لكن ينكرهم ويحذرهم ويبتعد عن مشاركاتهم في البدعة هذا هو الواجب على كل من لديه علم يحذر الناس من البدعة وينكر عليهم ما فعلوا من البدعة ويفارقهم لا يجتمع معهم ولا يشاركهم فيها ولا أكن معهم في المولد فليحذرهم ويبتعد عنهم ويمكر عليهم جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل حفظكم الله هل الزيادة في الاستغفار في اليوم عن سبعين أو مئة مرة جائز وهل الزيادة في ذكر سبحان الله وبحمده عن مئة مرة جائز حيث أني ما زلت أذكر الله وأستغفره أي وقت في ذلك لعل الله يقبل توبتي مستعب ولو سبحت ألف مرة أو ألفين أو عشرة ألف أو ذكرت الله واستغفرت كله خير لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة قال من قال حين يمسي وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة خبرت خطايا وإن كان في ذوز البحر يعني إذا لم يصر على الكبائل هذه من أسباب المغفرة ونسبحوا الله مئة مرة في المساء مئة مرة في الصباح هذه من أسباب المغفرة لمن وفقه الله لتقل الكبائل وهكذا قال صلى الله عليه وسلم من قال في يوم لا إله يرهده لا شريك لهم مكو ولهم يحيي ويقوه على كل شمية مرة كانت له عدل على شريك وكذب الله له مئة حسنة ومحانه مئة سيئة وكان في حزي من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل لما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله خرجه البخاري ومسلم الصحيحين هل يدل الآن من زاد فلا بس لو يذكر الله مئتين أو ألف مرة كله خير له مزيد من الأجل والخير فمقصود أن تسبيه لحد له وذكر الله حد له يكثر الله يكثر من ذكر الله وتسبيه في اليوم والليل ما يشرى الله له جزاكم الله خير يقول السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ امرأة وقفت بعرفة وبعد نزولها من ميناء دخلت المستشفى بمكة نظرا لمرضها وهو ضيق الصدر وغادرت بيت الله الحرام ولم تقم بطواف الإفاضة فماذا يترتب عليها جزاكم الله خير لقد رجعت إلى بلادها دون طواف فراضة ودون طواف الوداء عليها أن ترجع إلى مكة وسطوف طواف الإفاضة ثم سطوف طواف الوداء وإن طافت إفاضة وخرجت بات طواف الإفاضة كفاء عن طواف الوداء يجب عليها الرجوع حتى تكمل حجها سطوف ولو محمولة ولو في العربية ثم ترجع إلى بلادها نعم جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل فضيلة الشيخ هل الصلاة في جميع مساجد مكة بمئة ألف صلاة أم ذلك خاص بالمسجد الحرام هذا وما أدلة القائلين بذلك الصلاة العامة الأدلة العامة كل الحرام يسمى مسجد الحرام والصلاة فيه مضاعفة في مساجد مكة كلها ولكن إما حول كعبة يكون أفضل لكساة الجمع ولخول من الخلال وإلا فالصلاة أن كل الحرام يسمى مسجد الحرام ويمنع منه المسجدون وتضع فيه الصلاة في جميع أجزاء الحرام هذا هو الصلاة كزاكم الله خيراً يقول هذا السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله يا شيخ أرجو منكم الدعاء الخالص لوجه الله العزيز الحكيم لولدي الذي بلغ 12 سنة وهو طريح الفراش منذ ولادته إلى وقته كزاكم الله خيراً نسأل الله له الشفاء نسأل الله يمنحه الشفاء نسأل الله يمنحه الشفاء وكل مسلم نسأل الله يمنحه الشفاء وكل مسلم كزاكم الله خيراً يقول هذا السائل هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم لضرورة قصوى ليس لها سافر من غير محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر من غير محرم مترغل على صحته من هذه نعباته الله عنهما أما إذا كان لضرورة كالمهاجرة في سبيل الله تنتقي بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ولا شيء معها محرم تنتقي مع الأمنا ومع الأمينات لا بأس أو ضرورة في مكان تخشى على نفسها من الزنا أو قتل ففرت بلاد آخر خوفاً من القتل أو الفاحشة أو ما أشبه هذا من الضرورات الإجلاح التي لدى فيها فلا بأس جزاكم الله خيراً وسؤال الثاني يقول ما حكم من يحلف بالنبي لا يجوء يحلف بغير الله كائناً من كان لا بالنبي ولا بغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وقال لا تحرهوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحرهوا بالله لو أنتوا صادقون وقال صلى الله عليه وسلم من حلها بشيء دون الله فقد اشرك وخرج أبو داوز واترمي بإسلام الصحي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلها بغير الله فقد تفرأه أشرك وقال عليه الصلاة من حلها بالأمانة فليس منا ومقصودا أن الواجب لا يجعلها بالله وحده لا يجعلها بالنبي ولا بغير النبي ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغير الله أنه يجعلها بالله وحده يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لا يجعلها بغير الكائن ومن كان نسأل الله الآمن جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول السائل ما ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في بعض الحديثة ضعيفة وثبت عمال الصحابة أنه كان يقرأوها يوم الجمعة فإذا قرأوا يوم الجمعة فحسن إن شاء الله لأنه ثبت عمال الصحابة قراءته جزاكم الله خيرا يقول السائل الفضيلة الشيخ أنا أحبك في الله سؤالي بعض العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحج عن الميت دون العمرة فهل العمرة صحيحة نحتاج إلى معرفة بعض الأدلة أفيدون جزاكم الله خير أما الحب في الله فنقول أحبك الله الذي أحبك تنال والله جل وعلا شرع العبادة تحب في الله يقول نبي صلى الله عليه وسلم سبعه وظلهم والله في ظله يوم لا ظله إلا ظله إمام عادل وشاب نشى في إباة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل أن يتحب في الله اجتمع لماذا تفرق عليه ورجل أن جاءته ورأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أن صدق بصدق فأخفاها حتى لا تلمشي ماله وأتفق يمينه ورجل أن ذكر الله خالف وظلتنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وجبت محبتي لمتحبين فيه والمتجالسين فيه والمتبادن فيه ومزاون فيه أما العبرة فيجب الاعتمار عن الغير كالحج سوى إذا كان ميتا أو عاجزا كالحرم والمرض الذي لا يرجع بروه يحج عنه ويأتمر جاء رجل أن يصرف قال رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يصرف الحج ولا الضعن أفأحج عنه وأعتمر قال حج عن أبيك وأعتمر فلا بأس يحج عنه وأعتمر إذا جاد الحج فالأمر من باب يأولى عن العاجز في مرض الله ورجع بروه أو هرم وعن الميت